لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا ورحب بكم أعزائي مشاهدين حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنهان حلقتنا النهاردة أهل السنة يجسمون الله وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت المعادلة الخطيرة اللي قدمها لنا ابن بطال واللي وفقه بالطبع ابن حجر عليها وهي أن زيت الله زائد أفعال الله زائد صفات الله بيساوي ودين هي نفس معادلة التوحيد اللي قلناها قبل كده بيساوي يعني الإيمان بالله بين قسين الإرجاء زائد أفعال الله بين قسين الجبرياء والقدرية زائد صفات الله من قسين الجعمية وقلنا هنشوف هيدين ايه نوع التوحيد ده ايه التوحيد اللي هتده لنا المعادلة دي وطبعا نتيجة المعادلة دي أن هما وحدوا اللي شيء أصلا لأن هما سلبوا الصفات عن الله وشفنا ابن حجر بيرجح التفويد على التأويل وابن تايمية قال أن التأويل ده تحريف ونوع من أنواع الإلحاد وشفنا أن التفويد كمان شر مقالات أهل البدع يعني التأويل إلحاد والتفويد إلحاد وابن حجر لما تكلم عن الإيمان والإيمان بزاة الله قال بالتفويد وده الجزء من التوحيد لكن لما تكلم عن التوحيد ككل راح قال بالتعطيل وبالترتيب كده شفنا أن التفويد شر من التعطيل والمفوضة شر من المعطلة وابن حجر مقدرش ينفي التوحيد بشكل مباشر عن طريق التفويد فذكر التعطيل بالنفي وطبعا لأنه بيقول أن التشبيه طريق للتعطيل النهاردة بقى هنوضح إزاي ابن حجر نفت التوحيد بشكل غير مباشر فأول ما أرجع هنروح لي صحيح البخاري كتاب التوحيد فاتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول وقال ابن بطال تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم وطبعا هنا ترجمة الباب يعني إيه؟ يعني عنوان الباب باب ما يذكر في الزات والنعود وأسامي الله في سؤال مهم جدا هل الجهمية قالت أن الله جسم؟ طبعا ابن بطال أخطأ لأن احنا فهمنا مين هما الجهمية قبل كده الجهمية هما اللي بيقولوا أن الله محدش هيشوفه في الآخرة وأنه لا يتكلم وأن لا يكلم أحد ولا أحد يكلمه إزاي ابن بطال يقول أن الجهمية قالوا أن الله جسم نكمل كلام ابن حجر بيقول كده وكذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة ابن حجر هو اللي صحح لابن بطال وقال لعله قصده يقول المشبهة وطبعا المشبهة دول مين؟ دول أهل السنة اللي الأشعارة بيسموا أهل السنة دايما يسموه مجسمة ومشبهة وطبعا زي ما قلنا أن الإيمان بذات الله أحد أقسام التوحيد فلا يوجد توحيد إلا إذا كان لله زاد بأفعال وصفات زاد زاد أفعال زاد صفات بتساوي التوحيد عند أهل السنة الأشعارة بيقولوا الأشعارة بيقولوا عشان يكون لله زاد بصفات وزاد بصفات معناها لله جسم معناها أن لله جسم يعني الجسم مركب من أبعض فرح نفى الصفة علشان لو نفى الصفة كده يكون نفى الجسم ونفى معاها الزاد وهنلاحظ أن ابدا حاجر مش بينقل كلام ابن بطال ويوفقه بس لا ده كمان بيصحح كلامه وقال أن ابن بطال كده تضمنت ترجمة الباب باب ما يذكر في الزاد والنعود وأسام الله أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم وهنا ابن حاجر بيصحح كلام ابن بطال ويقول إيه جزا وجد فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة يعني ابن حاجر بيقول أن الله ليست له زاد لأن هذا تشبيه لله بخلقه هل أهل السنة فعلا بيقولوا بالكلام ده أن الله له جسم وعلشان ليه جسم يبقى ليه زاد ولا ابن حاجر بيكذب على أهل السنة ويقول أن الله بدون زاد لأن لازم الجسم زاد ابن بطال كمان بيكذب على البخاري لأن البخاري وأهل السنة بيتوقفون عند لفظ جسم يعني لا يثبتون ولا ينفون الجسم وابن حاجر بيوافق ابن بطال والكلام ده كذب على البخاري وأهل السنة أعظم شارح لصحيح البخاري بيكذب على البخاري وأهل السنة والغريب بنلاحظ أنه لما قال كده قال ابن بطال تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم كذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة ابن حاجر بيقول لا دول مش مشبهة دول مش مشبهة لأنهم بيقولوا أن الله جسم لا دول مش مشبهة لأنهم بيقولوا أن الله جسم ما قال أهل السنة فعلا بيقولوا أن الله جسم هنشوف ابن تيمية رد على كلام اتهام أهل السنة وقال أن الله جسم دي رد عليها ابن تيمية وهنشوف المفاجأة في مجوع فتاوى ابن تيمية بيقول إيه لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفز الجسم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثبتا فليس لأحد أن يبتدى إثبا مجملا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرق ويعلق به دين المسلمين إذن ابن حاجر بيجذب على السنة والسبب لأنه عايز يقول أن أهل السنة مشبهين عشان كده التوحيد عندهم مش صحيح لكن التوحيد الصحيح إن احنا ننفي التشبيه اللي مش موجود أصلا وإذا نفينا التشبيه هننفي التعطيل خلينا نشوف تعليق الشيخ البراق على قول ابن بطال ويقول إيه لقول ابن بطال وتضمنت الترجمة الباب إن الله ليس بجسم يريد أن التوحيد الذي يجب لله تعالى يتضمن نفي أن يكون الله جسما طيب ليه افترت ابن بطال وطبعا من قسين ابن حجر موافع على كلامه إن التوحيد لابد أن يتضمن نفي الجسم لله يوصل للشيخ البراق ويقول إيه لأن الجسم عنده هو المركب من أشياء مؤلفة يعني إيه يعني الجسم عند ابن بطال طبعا ابن حجر وأهل البدع بيقول إنه مركب من الجواهر المفردة إيد ساك وك عين وهكذا طبعا الشيخ البراق شرح موقف أهل السنة من كلمة جسم وهيكمل لنا الشيخ البراق بيقول إيه إطلاق نفي الجسم عن الله تعالى هو من مسهب نفات الصفات من الجهمية والمعتزل وكذلك الأشاعر لما أهل السنة والجماعة فلا يطلقون لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيا ولا إثبيتا البراق بيقول إن أي حد يقوم بنفي الجسم عن الله وكذلك إنه لفظ مجمل لأن له عدة معاني منها ما يجب إثباته لله تعالى كالموجود والقائم من نفسه ومنها ما يجب نفيه كالمركب من الجواهر المفردة ولهذا كان الواجب في مثل هذا هو الاستفصال ممن تكلم به عن مراده إن أراد حقا قبلة وإن أراد باطلا ردة يعني إيه الاستفصال هنا لفظ الجسم يعني أهل السنة مقدرواش ينفق أو يثبتوا الاستفصال يعني استفسر يعني استفسر يطلب التفاصيل يقول إيه أصدق بجسم يعني إيه لو أراد إن الجسم إنه موجود أو القائم بنفسه أهل السنة يوافقه ولو قال إن الجسم زي جسم الإنسان أهل السنة ينفقه وخلينا كلام الشيخ البراق بيقول إيه هذا ونفذ الجسم مما لا يرد لم يرد في كتاب ولا سنة وعلى هذا فإطلاق نفيه أو إثباته في صفات الله تعالى من المحتسات في باب الأسماء وصفات وطبعا من كلام الشيخ البراق عرفنا إن ابن حجر أراد باطلا وهذا ما أكده الشيخ البراق وقال خلينا نكمل كلام الشيخ البراق بيقوله عند الجهمية والمعتزلة الجسم ما تقوم به الصفات والأجسام عندهم متماسلة فلذلك نفي الصفات عن الله تعالى حذرا من التجسيم والتشبيه وسموا نفي الصفات توحيدا وسموا إثبتها تشبيها وتجسيما وتركيبا وكل ذلك من تشويه الحق وتزويق الباطل تمويها وتضليلا وهذا بنلاحظ إن كلام الشيخ البراق بيقول إن الجهمية والمعتزلة لو أثبتوا الصفات على حققتها بكده هيثبته الجسم لله علشان السبب ده نفي الصفات عن الله تعالى حذرا من التجسيم والتشبيه وسموا نفي الصفات توحيد يعني التوحيد عند ابن حجر هو إيه التعطيل هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة النهاردة ابن حجر وافق ابن بطال وقال كده لازم يعطل صفات الله ليه لإنه لو أثبتوا الصفات بيكونوا مشبهة والله كده عنده جسم راحوا نفوا الجسم ومعاه نفوا ذات الله وكسبوا على البخاري وأهل السنة واتهموهم إنهم بيقولوا إن لله جسم وابن تايمية رد على كل مدعي على أهل السنة إن لله جسم وقال لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلافظ الجسم في حق الله والشيخ البراق رضي على ابن حجر وقال كمان وقال إن اللي يطلق نفي الجسم على الله هو مسهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة وأكد إن أهل السنة لا يطلقون لفظ جسم نفيا أو إثباتا والمبتدعة تسموا نفي الصفات توحيدا وسموا إثبتها تشبيها وتركيبا وتجسيما وبكده أثبتنا إن ابن حجر من المبتدعة لإنه بينفي إني لله ذات وصفات وكده بواحد إله مش موجود وتابعوني الحلقة الجاية عشان نتكلم أكتر في الموضوع عن التوحيد وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلي اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت ترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين حقل المسا